في مربى الشارقة للأحياء المائية التابعي لهيئة الشارقة للمتاحف نظمت فعاليات كرنفال الشارقة للأحياء المائية والذي يقدم فرصة مميزة لتعرف إلى عالم البحار وأسراب الأسماك التي ترمز للوحدة والتعاون فرصة لاكتشاف الحياة البحرية بكل أسرارها وعجائبها هي ما تقدم هنا في كرنفال مربى الشارقة للأحياء المائية الجامع بين التعليم والترفيه في تجربة فريدة من نوعها بألوان البحر الزهية وفي أجواء تغمورها السعادة وتصدح فيها الضحكات انطلقت فعاليات كرنفال الشارقة للأحياء المائية بنسخته الثامنة والهادف إلى إشراك المجتمع في احتفالية تعليمية تفاعلية تبرز أهمية الأحياء المائية والحفاظ عليها كأسراب الأسماك التي ترمز للوحدة والتعاون في عنا ورش كثيرة تحاكيها الموضوع هذا في عنا كثير من الدوار الحكومية مشاركين معنا هيئة شارقة للخدمات الإنسانية بشرطة الشارقة أيضا هيئة الثروة السمكية يقدمون ورش أيضا بهذا المنطلق في عنا أيضا مسابقات في عنا مسرحية جدا مميزة نتمنى من جميع أن يحطرون يشوفونها تتكلم عن أهمية أن الأشخاص يعيشون دائما في جماعات يضم الكرنفال حزمة من الفعاليات والمسابقات التي تسلط الضوء على عجائب عالمنا تحت الماء حاملا قصصا توعوية من خلال العروض والمسرحيات خاصة تلك المقدمة من هيئة الشارقة للخدمات الإنسانية أهم شيئا أننا بسطنا لولاد وانبسطنا إحنا كمان وأتمنى أنها وصلت المغزى اللي كنا ناوين نصله اليوم كتير استمتعت كان في كتير ألعب وتحديات حلوة كتير للأطفال والكبار فزة هدايا وفزة كمان ألعبها وقصص كتير حلوة والله الكرنفال داع جبني تمام وقعدوا يقولوا أسئلة ويقولوا ويدون هدايا ويعني المكان غيروا أنا كل يوم بقي هنا وإلى جانب هذه الأنشطة يبرز الكرنفال أيضا مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عرض لوحات فنية خلابة تم إنشاؤها بأنامل هؤلاء الفنانين الموهوبين عاكسة قدرتهم على التعبير والتواصل من خلال الفن هذا ويستمر كرنفال الشارقة للأحياء المائية حتى الثالث من مارس الجاري وسيواصل تقديم العديد من المسابقات والجوائز إضافة إلى جانب للمأكولات الشهية